في وقت تلتهب الأرض تحت أبناء العراق والسوريا فإنهم لا يجدون ما يطفئ حرارتها سلاما ولا ماء وعن الماء لنا حديث فحرب داعش على السدود استعرت ومصادر مياه الشرب أصبحت هدف المقاتلين أو المتقاتلين في سوريا في حين اختارت تركيا أسوأ الأوقات لتخفيض مستوى مياه الفرات المار إلى العراق وسوريا يوسف يضعنا في أجواء الأزمة التي تتركز حول الوضع المائي في مناطق الصراع مسألة يعني معقدة وحقيقة مع بداية الصيف يبدو أن أثارها ستكون كبيرة مهند يعني الموضوع له أثار كثيرة على الناس موجات حر قوية رمضان صيام يوم حار طوير وشح في الموارد في سوريا حتى تخيل مهند وصل لسعر لتر المزوت الديزل في إدلب وحلب إلى 500 ليرة لتر الواحد صهريج المياه إذا أردت أن تحصل على صهريج مياه لبيتك يكلفك 11 ألف ليرة مبالغ خيالية قالب الثلج الذي يباع في الأسواق هناك بهذا الحجم 900 ليرة يعني أسعار فعلا خيالية تجعل حتى المواطن هنا في سوريا أمام مشكلة كبيرة في هذا الحر نهيك عن موضوع الحصول على المياه المياه الآن أصبحت مشكلة فمثلا في دمشق هناك ثوار وادي بردة يهددون بقطع مياه عين الفيجة التي تغذي جزء مهم من دمشق بالمياه يريدون التفاوض مع الجيش السوري على عدم قصف مواقعهم وحرية الحركة من أجل إعادة المياه وكأن المواطن في دمشق ليس لديه مشاكل أخرى لماذا يقوم هؤلاء؟ ألا يقوم داعش أيضا بما هو أكبر من ذلك يستخدم المياه كسلاح من خلال احتلال السهدود على نهر الفرات تحديدا ننظر إلى الخريطة الآن إلى نهري دجلة والفرات الذين يعبران إلى سوريا والعراق من تركيا هنا داعش سيدر على سد الطبقة هنا لأنه موجود في الرقة وبالتالي يتحكم في كمية المياه التي تعبر من تركيا إلى سوريا من بعد الرقة تتوجه إلى العراق وبالتالي هو يتحكم في هذه الكميات هذا التحكم وخفضه المياه أدى إلى تراجع منسوب المياه في بحيرة حديثة حديثة هنا في العراق وبالتالي هنا سد حديثة هو ثاني أكبر سد في العراق من ناحية توليد الطاقة الكهربائية بعد سد الموصل هنا وراء بحيرة حديثة بحيرة حديثة جفافها سيؤدي إلى تدمير المحطة الكهرمائية فيها وهذا سيؤثر على نحو 10 إلى 12 مليون عراقي في وسط وجنوب العراق ربما يحرمون من المياه والكهرباء نتيجة ذلك داعش منذ العام الماضي خاضل كثير من الحروب للسيطرة على السدود سدود مهمة في الأنبار نتحدث عن أكثر من سد هنا في الأنبار لديه سد الرمادي وأيضا سد الفلوجة وناظم الوروار هنا في نفس المنطقة على نهر الفرات وبالتالي العديد من المناطق هدد كما نذكر قبل أشهر بإغراق بعض المناطق من خلال تحكمه بناظم الوروار هناك في هذه الأثناء يعني بعد هذه التهديدات من داعش تركيا وجدت أسوأ وقت لتخفض منسوب المياه مياه نهر الفرات الذي يعبر من أراضيها إلى سوريا كما ذكرنا قبل قليل إلى الرقة ومن ثم إلى العراق خفضت المنسوب من 500 متر مكعب في الثانية حسب الاتفاق إلى 330 متر مكعب في الثانية أي الثلث الاتفاقية بين تركيا وسوريا تقول بالحفاظ على 500 متر مكعب في الثانية لكن تركيا عادة تزيد هذه الكمية أثناء الشتاء لأنه لا حاجة لتركيا بالمياه أثناء الشتاء تفعل سدودها والتوربينات من أجل توليد الطاقة للتدفئة بينما في الصيف تحاول أن تعوض هذه الكميات فتحبس المياه وخلف السدود وهذا يؤثر على سوريا وعلى العراق وهذه السنة بعد تركيا داعش وبعد داعش حتى في المناطق الصغيرة كما شاهدنا في موضوع ثوار بردة الكل يستخدم المياه كسلاح حتى على أضيق في العراق تحديدا يوسف هناك أربع أو خمس محافظات في الوسط وفي الجنوب الآن على حفة الجفاف نتحدث عن كربلاء بابل النجف القادسية العام الماضي شاهدنا أزمة كبيرة في الحصيل الزراعية في ديالة عندما أقدم داعش على تعطيل تدفق المياه بنفس الطريقة على كل حال مسألة معقدة وخطيرة وأدى أن أشرك معنا ضيفنا من عمان الأستاذ الياس سلامة الحبير في الشؤون المائية مساء الخير أستاذ الياس مرحبا بك معنا نتحدث عن هذه المشكلة التي تواجه العراق وسوريا تحديدا الآن مع إقدام داعش على إغلاق بعض السدود وأيضا مسألة تركيا وتخفيض كمية تدفق المياه عبر نهر الفرات إلى أي مدى برأيك سيكون لها أثار كبيرة على سوريا وعلى العراق تحديدا؟ المياه التي ترد من تركيا إلى سوريا والعراق من خلال نهر دجلة والفرات تستخدم لعدة أغراض أهمها هي أغراض الشرب تليها أغراض الزراعة توليد الطاقة ومن ثم الأهداف الأخرى كالاستحمام أو إلى آخر وبالطبع استخدام المياه لأغراض الشرب وأغراض الشرب هي مياه الشرب هي مادة غذائية الأولى فقطع هذا المورد عن السكان يعتبر يعني بعبارة عن حرب على المجتمع بشكل عام سواء كان وراء هذا القطع منظمة أو تنظيم أو دولة فهو اعتداء على حقوق الشعب ومن ثم قطاع الزراعة سيعاني وقطاع الزراعة يعني أيضا الغذاء فكلها مرتبطة مع بعضها البعض وإنتاج الطاقة فالمياه على امتداد مجرى نهر الفرات ونهر دجلة شريان الحياة لهذه المنطقة كلها والاعتداء عليها بأي طريقة من الطرق مع سماعنا إلى كافة هذه المنظمات والمؤسسات والتنظيمات والدول تقول إنها تدافع عن حقوق الشعوب فأين الدفاع عن حقوق الشعوب إذا كانت تقطع عنها مياه الشرق ومياه التي ترفضها بالطاقة والمحاصيل الزراعي سيد الياس اسمح لي هنا في خلاف حول موضوع الاتفاق بين سوريا وتركيا الحكومة العراقية تحدثت إلى تركيا تحدثت إلى الحكومة في سوريا من أجل تعويض هذه المياه لكن فيما يتعلق بالاتفاقية بين سوريا وتركيا تركيا تقول أنها تعهدت بخمسمائة متر مكعب في الثانية وبالتالي هي ممكن أن تزيدها في الشتاء وتقللها في الصيف هل هذا منطقي بالنسبة للناس في سوريا والعراق يحتاجون المياه أكثر في الصيف وليس في الشتاء هل يمكن لتركيا أن تتصرف بهذا الشكل وتقول أن المحصلة هي خمسمائة يعني هو بالإمكان التنسيق بين الدول بهذا الخصوص وخاصة أن سواء كان سوريا أو العراق أنشأت ما يكفي من السدود لحجز المياه في فصل الشتاء واستخدامها في فصل الصيف إلا أنه لا يجوز لدولة الحبس الأعلى التي هي تركيا في هذه الحالة التصرف بالمياه بمفردها يجب الاتفاق ويجب الإعلام المسبق عن كميات التزويد خلال الفترة القادمة حتى الدول الثانية تهيئ نفسها لهذا التزويد ولاستخداماتها المختلفة لا يجوز على أي حال من الأحوال بقرار فردي أن أقلل في الصيف وأزيد في الشتاء إلا بالاتفاق مع الدول المستفيدة من هذه المياه ولكن حتى لو كان هناك اتفاق الآن سيد الياس يعني معظم السدود الموجودة على الفرات خاصة في سوريا يسيطر عليها التنظيم المتشدد وبالتالي أي اتفاق مع الحكومة المركزية في سوريا لا معنى عملي له في هذا الوقت حتى لو لم يكن هناك معنى له إلا أن الإعلام ضروري وأي تنظيم يحاول الإقلال من كميات المياه التي تصل للمواطن السوري أو العراقي أو مزع راعته أو في توليد الطاقة فهي جريمة بحق المجتمع بشكل عام طيب سيد الياس بالنسبة لسد بحيرة حديثة العراقية يقال بأنه انخفاض منسوب المياه عن هذا الحد الخطير ربما يؤثر حتى على محطة توليد الكهرباء الكهرمائية جفاف البحيرة خلف السد إذا ما حدث إلى أي درجة يمكن أن يتسبب فيه مشاكل وأعطال لا يمكن إصلاحها بسهولة المولدات الطاقة الكهربائية تعمل باستمرار ربما تتوقف لمدة بضعة ساعات أو أيام وإذا ما جفت البحيرة نهائيا ولم تكن هناك مياه لإدارة أو تدوير التوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية فهناك تلف وهناك صدق وهناك أمور كثيرة متعلقة فيها وخاصة أن آخر المياه التي تطلع من البحيرة تكون فيها عكورة وهذه العكورة تؤدي إلى تعطيل كبير في كافة مولدات الطاقة الكهربائية أستاذ الياس حتى لو تركيا قررت زيادة تدفق المياه التي تسمح بها إذا كان تنظيم داعش يتحكم بالسدود على ممر هذا النهر كيف يمكن ضمان أن تصل هذه المياه إلى الناس إلى المزارعين وإلى استعمالات أخرى إذا كان هذا التنظيم يتحكم بها هل هناك احتمالية على سبيل المثال أن يتم غرق بعض المناطق التي يمتنع داعش عن فتح السدود فيها هو المفروض أن لا تقطع المياه سواء كان تنظيم داعش أو أي تنظيم آخر جيد هذا من الناحية النظرية ولكن إذا هناك جهة تتحكم بالسد والجهة التي عندها المنبع تزيد كمية التدفق ما الذي نستفيده عمليا من هذا الموضوع هو ربما إذا كان الإصرار على عدم تزويد الناس من المياه سيؤدي هذا إلى كميات المياه التي تزود من تركيا بالإضافة لما هو متوفر حاليا أو ما يزود به العراق وسوريا حاليا لن يؤدي إلى تفعيل أي شيء وأنما ستستخدم هذه المياه أيضا لربما أمور تخريبية كإغراق أراضي زراعية أو إغراق مدن أو إلى آخره حسب الموقع لهذا السد وحسب الموقع للفعالية التي يقوم بها هذا التنظيم أو غيره سيد الياسي تعقيبا على هذا السؤال لو أن تركيا بدلا من أن تنقص أو تخفض كمية المياه زادتها بحيث أن بحيرة الطبقة السورية التي سيطر على داعش امتلأت وبالتالي ألن يدفع يجبر ذلك مثلا التنظيم على فتح السد لأنه في النهاية قد يغرق قد يسبب أضرار أليست هذه وسيلة ضغط يمكن استخدامها هي بالإمكان مثل ما تفضلت هذا ممكن جدا إذا زارت تركيا كمية التزويد حتى تمتلئ السدود فسيضطر أي تنظيم أو أي منظمة لإسالة هذه المياه لأن الفيضان سيؤدي إلى دمار السدود ولذلك عليهم صرف المياه بطريقة هندسية وحينها يمكن للمزارع أو للطاقة الكهربائية أن تستفيد من هذه الإسالة شكرا لك الأستاذ إلياس سلامة الخبير في شؤون المياه كان معنا مباشرة من عمان